سلام عليكم حياكم الله جميعاً بمراجعة لعبة زومبي آرمي 4 Dead War الجزء الجديد من سلسلة زومبي آرمي اللي بتجينا من استيديو Rebellion المشهور بسلسلة سنايبر إليت وبرضو في عندهم هيك عنوان جديد نزلوه قبل سنتين اسمه Strange Brigade سبق وعملت مراجعة لهديك اللعبي لو بتتذكروا قبل ما أبدأ المراجعة حابب أعطيكم نظرة عامة على تاريخ السلسلة هاي بما أنها فرصة يعني للتعرف عليها وعلى تاريخها فلو مو حابب تسمع المعلومات عن السلسلة هاي فينك تعمل سكيب للدقيقة اللي بتطلع لك الآن على الشاشة لما بتسمع اسم اللعبي زومبي آرمي 4 مباشرة بتعتقد أنها سلسلة مكونة من ثلاث أجزاء سابقة صح؟ والكلام هذا على الرغم أنه صح لكنه خطأ أيضاً لأنه زومبي آرمي فعلياً بدايتها كانت كإضافة مستقلة للعبة سنايبر إليت 2 اسمها ناتزي زومبي آرمي نزلت بفبراير 2013 مستكملة نجاح اللعبة الأصلية سنايبر إليت 2 فكرتها كانت ببساطة أنك تلعب نفس سنايبر إليت لكن ضد الزومبي والفكرة هاي على ما يبدو نالت استحسان كبير من اللاعبين وصارت مبيعات الإضافة واللعبة الأصلية نفسها أكبر وأكبر فراح الأستوديو هذا نزل إضافة تاني اسمها ناتزي زومبي آرمي 2 ونزلوها بأكتوبر 2013 متخيلين معي؟ من كتر ما الإضافة الأولى ناجحة نزلوها جزء تاني بنفس السنة ثم لما نجحت الإضافة التانية هاي أيضاً قرر الأستوديو أنه يحولها إلى لعبة كاملة وليست مجرد إضافات يعني لحتى ما تعيش تحت ظل سنايبر إليت وفعلاً في عام 2015 نزلت لعبة اسمها زومبي آرمي تريلوجي تجمع الإضافة الأولى والإضافة التانية محسنات أو عاملين ريماستر مع شوية محتوى إضافة كان هو كمان المفروض ينزل كإضافة ثالثة لكنهم جمعوهم ثلاثتهم مع بعضهم وحطوهم بلعبة اسمها زومبي آرمي تريلوجي وهون كانت الغلطة لأنه زومبي آرمي تريلوجي كانت لعبي أبداً مش حلوي ميكانيكيات اللعب هي نفس سنايبر إليت تماماً 70% من اللعبي عبارة عن ريماستر مع شوية محتوى هيك أصلي بتحس هدفه إنه نيسكتوه ويقولولك ها عملنا لك جزء جديد لو لعبت هذا الجزء وعجبك فغالباً لأنك أنت ما لعبت الإضافتين من قبل أو ما لعبت سنايبر إليت بس لو لعبت الألعاب المذكورة فغالباً رح تحس إنه زومبي آرمي تريلوجي عبارة عن سرقة في وضح النهار فلذلك راجع الأستوديو نفسه وقرروا إنهم يعتزروا من اللاعبين من خلال إنهم يشتغلوا على جزء جديد من زومبي آرمي بس هالمرة جزء أصلي 100% ميكانيكيات خاصة فيه ومحتوى خاص فيه بالكامل لحتى يعني ما يخسروا الشعبية الكبيرة اللي اكتسبوها من اللاعبين بالإضافة الأولى والتاني وفعلاً اللعبة نزلت بعد خمس سنين من إصدار التريلوجي باسم زومبي آرمي 4 Dead War اللي رح نتكلم عنه اليوم إن شاء الله واللي بشكل عام كانت upgrade أو كانت تطوير عن سابقتها لكنها هي أيضاً لم تخلوا من مشاكل رئيسية خاصة فيها خلينا الآن نبدأ مباشرة بالكلام عنها قصة زومبي آرمي 4 بتشبه بشكل كبير قصة الجزء الماضي بتدور أحداثها بفترة الحرب العالمية التاني لما هتلر بيقدر بطريقة ما إنه يرجع جيشه الميت وبيرجعوا طبعاً زومبيز ورح تبدأ بدورك كلاعب إنك تحاربهم بهدف إيجاد شخص معين بيقدر يساعدكم مشان تهزم هتلر والزومبيات تبعه طبعاً أكيد قصة سطحية كلاشية غير مثيرة للاهتمام أبداً كعادة كل ألعاب الأستوديو هذا ما فيا أي شيء بيقدر إمدحوا بصراحة ولا حتى محاولة بسيطة إنه يتحسنوا شوي بأسلوب رواية القصص لأنه واضح إنه الأستوديو هذا تركيزه صار زيادة على عناصر اللعب نفسها أكتر من القصة ولو كانت تضحية بالقصة على حساب إننا نطلع بجيم بلاي قوي فأنا راضي تماماً أما بزومبي آرمي 4 فالوضع معقد شوي لأنه أساس الجيم بلاي بلعبتنا هون ممتاز التصويب صاير عبارة عن خلطة بين أكشن سترينج بريجيد ودقة سنايبر إليت لكن المشكلة تكمن بالجوانب المحيطة بالجيم بلاي لكن المشكلة الكبرى تكمن أثناء الرقد لحيث إنك لما بترقد بتزوم هيك الكاميرا على ظهر الشخصية وبتصير ترجف بشكل غريب مما يجعل الرؤية أصعب يعني بهاي اللعبة المفروض الرؤية يكون عنصر مهم فيها ما تخلي لياها صعبي انتقالاً إلى وقوع اللعبة بفخ التكرار فعلى الرغم من تقديمهم لمجموعة متنوعة طيبة من الأعداء إلا أنه طريقة هزيمتهم نفسها وعم تتكرر بشكل ممل قد لا تلاحظ المشكلة بالبداية لكنها ملاحظة بشكل واضح ابتداء من المرحلة الخامسة تقريباً من أصل 9 مراحل مختلفة باللعبة على 8 ساعات تقريباً نفس مدة سترينج بريجيد ونفس المشكلة وقعت فيها الأخيرة لكن الفرق إنه سترينج بريجيد كان فيه تنوع بالشغلات اللي بتعملها عكس لعبتنا هون اللي حتى لما بتطلب منك تفتح باب معين أو تجيب شغلي من مكان معين لازلت متمحور على إنك تهزم الأعداء بالنهاي لأنه هو الأساس والباقي كله واضح وبدون تحدي وحتى بيساعدوك فيه فالتحدي الوحيد بلعبتنا هون هو القتالات واللي مثل ما قلتلكم أسلوبه متكرر بشكل مزعج هذا غير إنه اللعبي أحياناً بتصير مجرد طور هورد قصير عم تنفزه بأماكن مختلفة على أعداد أكبر من الزومبيز كل مرة تمنيت إنه مركزين أكتر مثلاً على أساليب القتل وتنوعها أكتر من إنه يركزوا على كترة الأعداء بنفس المكان واللي بيأهر أكتر إنه لما حاولوا يعملوا هيك بأحد الجزئيات نجحوا فيها وحسيت إنهم قادرين على إعطاء عنص الرعب جيد جداً باللعبي ياريتوا نستثمروا فيه أكتر لكن بما إنه اللعبي عموماً موجهة للكواب واللعب مع الأصدقاء فمن الطبيعة جداً إنهم يركزوا أكتر على الأكشن واللي بصراحة كان جداً ممتع خصوصاً بالأماكن المغلقة والديئة لما الزومبيز بيجتمعوا بأعداد كبيرة وبدك تحاول تلاقي طريقة للتخلص منهم سواء بالتصويب نفسه أو إنك ترمي عليهم ثروابلز أو إنك تستخدم العناصر بالبيئة اللعب نفسها لصالحك أو لما تقتل ميني بوس مثلاً وبتاخد سلاحه المؤقت وبتبلش تطحن الأعداء طحن أو لما بتعمل كومبو معين وبتوصل لعدد من الأتلات بيفتح لك خاصية بتستخدمها لصالحك أو بتقتل زومبي مثلاً بضربة يدوية مشان يرجع لك الصحة شوي من جديد وأشياء كتير رهيبة وأكشينية ممتعة جداً كلها عم تصير في عالم مصمم بروعة وتفاصيل جيدة جداً إلى ممتازة عجيب يا جماعة شلون هاللعبة تصممت بهالطريقة اللي فيها تفاصيل الحرب والمخلفات اللي خلفتها أو الأشياء بالعالم حواليك وتفاصيلهم الممتازة في أحد المراحل كنت داخل حديقة فيها كتير زومبيز وفيه نوع زومبي بيمشي على أربعة وكانت الأعشاب عالي والزومبيز واطين شوي فعم يتحركوا والعشب عم يتحرك معن وأنا ما نشايفن بس شايف العشب عم يتحرك هذا غير طبعاً المظهر العام لللعبة والتجسيد الممتاز للحقبة الزمنية مع إطفاء طابع الزومبي اللي خلاني حس إنه هذا المكان كان عايش وكان فيه ناس عايشين هون وليس فقط هيك مجرد ما كان تنفذ فيه مراحل وانتهينا جوانب التصميم والغرافيكس باللعبة هاي خلاني يعيش اللحظة وغطى على سلبية إنه اللعبة ما فيها شخصيات فبتحس إنه الحياة كلها مقتصرة بالعالم نفسه وهذا بالنسبة إليه كان كافي وزيادة المرحلة الوحدي خفيفة وحلوة ومقسمة إلى أربع أجزاء تقريباً باستثناء المرحلة الأولى والأخيرة كانوا أقصر شوي عجبتني مدة الجزئية الوحدي والشابتر الواحد لأنه لو طالت أكتر من هيك ممكن تخليني مل من تكرارها وما كملها يعيبها إنه ما في تواجد أكبر لعناصر العلاج مثل ما كان موجود بسترينج بريقيد مثلاً وغالباً رح تلعب بمتكة وحدي طول الشابتر إلا لو صدفت ولقيت وحدي واقعة من شي زومبي لكن هالمشكلة بصراحة بتهون عند قلة الرصاص اللي وصلت لمرحلة صرت اعتقد إنه سلاحة عبارة عن ضربتين ويلا روح عبي رصاص مرة تاني ما بعتقد إنها مشكلة لو كانت اللعبة مركزة على السيرفايفل مثلاً والزومبيز أتلون أسرع لكن كلعبة أكشن بحتي لابد إنك تعطيني رصاص كتير لحتى تدعم جنون الأكشن اللي موجود باللعبة اللعبة طبعاً فيها طورين آخرين غير القصة واحد اللي هو الهورد والتاني اللي هو الإيفنتات الأسبوعية الهورد شبيه كتير بسترينج بريقيد بتقتل الزومبيز على موجات وبتنفتح لك مناطق جديدة كل فترة فيه أربع خرايط متنوعة فينك تخلص كل وحدة فيهم على حدة والحلو إنه هذا الطور مرن جداً خلينا نفترض إنك لعبت خريطة معينة ووصلت للموجي رقم 12 على سبيل المثال وبعدين طلعت وطفيت اللعبة ورجعت تلعبها مرة تاني مثلاً تاني يوم لما بتلعب الخريطة نفسها ما رح ترجع تعيد من أول لا فينك تبلش مباشرة من الموجي رقم 12 اللي وقفت عندها بحيث ما يروح تعبك على الفاضي حركة كتير حلوة أما الإفنتات الأسبوعية فهي عبارة عن مرحلة معينة من نفس القصة لكن بشروط مختلفة مثل إنك تلعب بسلاح واحد مثلاً أو يكون عندك ذخيرة لا نهائية بس أعداد الزومبيز أكتر وإلى آخرهم الأشياء اللي بعتقد إنها رح تكون أمتعب كتير لما بتلعبها مع أصدقائك بالكواب لأنه اللعبة كلها بتلعب بالكواب وبعتقد إنها أمتعب كتير من لما بتلعبها لحالك بالنسبة إليه طبعاً لعبتها لحالي لأنها كانت نسخة مبكرة يعني اللعبة للسماة كانت نازلة لكنها أيضاً ممتعة وتجربة جميلة في حركة حلوة كمان نسيت أحكيها من ناحية التقدم إنه لفلك بيمشي بكل الأطوار وليس كل طور إليه لفل خاص فيه بحيث يكون عندك عتاد واحد عم تطوره وتشتغل عليه وتستخدمه بكل الأطوار وليس طور واحد أما التطويرات فكانوا بشكل عام محبطين صراحة بما إنها لعبي بتركز على هذا الشي هذا غير حقيقة قلة الأسلحة عموماً وانعدام الفرق بيناته فعلياً أنت عندك سنايبر ورشاش وشوتقن بس الأشكال كله أشكال هيك ولا في أي فرق باستخدام السلاح نفسه خلاني إلعب اللعبي كامل تقريباً بنفس السلاح وبنفس العتاد ولا فكرت غيره لأنه بيأد الغرض وما في أي فرق بينه بين العتاد الآخر أو السلاح الآخر فليش لحتى تغير بس مثل ما قلت لكم ببداية المراجعة تركيز الأستوديو الكبير على تقديم ميكانيكيات لعب ممتازي وبيئات رائعة خلاوهن ينسوا بعض التفاصيل المزعجي والمؤثرة بالتجربة وكمان مثل ما قلت لكم أنه زومبي آرمي 4 كانت أبغريد ممتاز عن الجزء الماضي لكن هذا ما بيخفي طبعاً عيوبها الخاصة فيها واللي ما قدروا يحسنوها عن تجاربهم السابقة بل للأسف في بعضها صار ملاحظ أكتر تقييم النهائي للعبة زومبي آرمي 4 ديد وور سبعة من عشرة تجربة أكشن جميلة وممتعة بعمومها شخصياً بفضل عليها سترينج بريجيد من نفس الأستوديو هذا حتى لو أنه لعبتنا هون بتقدم بيئات لعب أجمل ومظهر أفضل اللعبة متوفرة اليوم بتاريخ الفيديو هذا على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والكمبيوتر على متجر إبيك جيمز بسعر 50 دولار السعر مرتفع بصراحة مع وجود مايكرو ترانزاكشن غير مؤثرة طبعاً على التقدم فيعني لو ما عندك أصدقاء تلعب معن فالأفضل إنك ما تستعجل لو حابين تشتروا اللعبة على متجر إبيك جيمز فين كنت تستخدموا كود الدعم الخاص فيني اللي طالع قدامكم الآن على الشاشة يعني بتفيدني إذا حابب تدعم القناة بدون أي مقابل غير طبعاً سعر شرائك لللعبة لا تنسوا تشاركونا رأيكم بلعبة زومبي آرمي 4 لما بتلعبوها وشو رأيكم بستوديو ريبيليون هذا وألعابه السابقة لا تنسوا أيضاً تحطوا لي لايك على الفيديو إذا عجبكم تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات مشان توصلكم للفيديوهات أول بأول شكراً كتير لكم على المتابعة وأتمنى لكم يوماً سعيداً السلام عليكم